مشاهدين الكرام نشير إلى هذا الخبر العاجل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد كريستيان ثونز رئيس مجلس إدارة دي أم جي موري الألمانية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية إلى جانب السيد ستيفان برغوف مدير عام الشركة والسيد محمود علي العضو المنتدب للشركة في إفريقيا هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة دي أم جي موري لإنشاء مصنع رقمية لإنتاج مكينات الخراطة فائقة الدقة التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة هذا وقد تم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة دي جي أم موري لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية ويهدف إلى إنتاج مكينات الخراطة فائقة التطور سي أن سي التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية وقد أجد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرا للإمكانات الكبيرة التي يصخر بها السوق المصري حاليا والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليا وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية خاصة مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرية وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماريا جاذب واقتصاد واعد الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة ليس فقط داخل مصر ولكن أيضا بالنفاذ إلى القارة الإفريقية مشيرا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة من جانبه أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة دي أم جي موري في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة مشددا سيادته على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين ومعربا عن المكان والتقدير الذين اتحظى بهم الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دقوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليا فضلا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لسقل العمال الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليا ومستقبليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر